الامن القومي المصري لأبعاد كتير من كل الاتجاهات من اهمهم البعد العربي والافريقي اللي ظهر النهاردة بوضوح في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي ضيفه حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال من غير طبعا مواربة بقى ولسيغات دبلوماسية كان اهم محاور اللقاء هو اعلان الموقف المصري الصومالي الرافض لاتفاق اسيوبيا مع كيان غير معترف به دوليا وهو اقليم ارض الصومال بوجود منفذ وقاعدة عسكرية لاسيوبيا على البحر الاحمر رغم انها بلد مغلقة اسيوبيا بلد مغلقة من يوم ما تأسست ملهاش منفذ بحري وده طبعا اللي بيحصل انتقاس من سيادة الصومال على اراضيه الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نظيره الصومالي كان واضح جدا وقال انه موقف مصر واضح ورافض للتحرك الاسيوبي وضد اي تدخل في شؤون الصومال او المساس بوحدة اراضيه الرئيس السيسي قال الاسيوبيين بشكل مباشر لو عايزين تاخدوا تسهيلات من الصومال ولا جيبوتي ولا اريتريا فده طريقه معروف عن طريق الاتفاقيات التجارية مش بالقفز على ارض الغير والسيطرة عليها وقال كمان ان الصومال دولة عربية ليها حق التضامن معاها في الدفاع المشترك ضد اي تهديد ليها ومصر مش هتسمح لحد يهدد الصومال او يمس امنه الرئيس كمان كان واضح جدا في جملة صوتها عالي وكلامها يفهموا الكل لما قال محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر او يحاول يهدد اشققها خاصة لو اشققها دول طلبوا منها التدخل وبعدين وجه الرئيس كلامه لرئيس الصومالي وقال له اتطمن بفضل الله احنا معاكم رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال انا رسالتي هنا للأسيوبيين ان يعني النهاردة انك انت تحصل على تسهيلات مع الاشقاء في الصومال او في جيبوتي او في اريتريا امر متاح بالوسائل التخليدية انك انت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصة انك انت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي امر محدش ابدا يرفضه ولكن محاولة انك انت تقفز على اي ارض من الاراضي عشان تبقى الاراضي دي تم السيطرة عليها بشكل او باخر زي الاتفاق اللي هو مع ارض الصومال طبعا مفيش حد احيوا فعلا كده بالمناسبة انا عايز اقول لنا كلنا ان الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها يعني لها حقوق في وطبقى اللي مساق الجامعة في الدفاع المشترك عن اي تأديد لها واحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حق احنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال ومش هنسمح ان حد يمس الصومال وانا بقول الكلام ده منطقة الوضوحة محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر ويحاول يهدد اشقائها خاصة لو اشقائها طلبوا ان احنا نبقى موجودين معهم محدش يجرب مصر الرئيس السيسي النهاردة اشاد بالانجازات اللي اتحققت في الصومال على ايد رئيسها حسن شيخ محمود واتكلم عن تحيق ثلاث انجازات مهمة هما اعادة الاستقرار للبلد شطب الديون اللي كانت مكتفاء ورفع حظر التسليح اللي كان مفروض عليها من سنة 91 وزارة الخارجية المصرية كانت طلعت تبيان رسمي رافض للتحرك الاسيوبي وبيطالب بضرورة احترام وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على اراضيها وبدأت تحشد المواقف الدولية ضد التصرف الوحادي الاسيوبي وكان البداية من اجتماع وزراء الخارجية العرب اللي اعتبر الخطوة الاسيوبية انقلاب على استوابة العربية والافريقية والدولية ومخالفة واضحة للقانون والاتفاقيات الدولية رئيس الصومالي النهاردة اكد فيه لقاءه مع رئيس السيسي ان بلاده بتعتبر مصر حليف تاريخي وشريك استراتيجي واعلاقتهم مصر والصومال قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في كل المجالات وطالب الرئيس الصومالي بالتزام اثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الاراضي الصومالية وان الصوماليين مش هيسمحوا لاي دولة تستولي على اراضيهم حقيقة مصر بتثبت كل يوم انها مستعدة لمواجهة اي تهديد لامنها القومي وانها دايما سند لاشقائها وقت الازمات الازمات